فيتساءل بعض الإخوة عن المشروع في استقبال العام الجديد فنقول وبالله التوفيق أنه لا يشرع شيء في استقبال العام الجديد لأن التأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار شهر المحرم هو بداية السنة إنما كان هذا في عدي عمر رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يؤدى في هذه المناسبات سواء كان في استقبال السنة الجديدة أو توديع السنة الماضية فلا يشرع صيام في نهاية السنة الماضية ولا في بداية السنة الجديدة فإن هذا من البدع المحدثة وكذلك لا تشرع التهنئة بالعام الهجري الجديد ولا أن تحدث عبادة تختص بهذه المناسبة ولكن يعتبر المسلم بمرور هذه الأيام وانقضاء هذه السنوات أنها هي في الحقيقة أجزاء من عمر الإنسان إن قضت فإما أن تكون شاهدا له أو عليه